السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي نحوّل ال DVD او CD بتاع الكمبيوتر نحوّل USB بحيث نشغاله على اللاب توب نشغاله على جهاز الكمبيوتر من الخارج لو الجهاز اللي موجود عندك في اللاب او في الكمبيوتر تالف في مشكلة هتقدر تنزل ويندز تقدر تحمل الاستوانات تقدر تعيد استخدام اي DVD موجود عندك اي حاجة عندك مصورها على استوانة او على هتقدر توصل الاستوانات في الجهاز من الخارج وتعملهم على جهاز الكمبيوتر هنحتاج وصلة مثل هذه بالزبط سعرها يعني لا يتعدد 8 دولار هنشوف هنوصلها ازاي على CD room او DVD الخارجي هنجي هنا كده معها كابل الساتا اللي زي ده هنوصل هنوصل كده بالشكل ده وهناخد على اه CD من الخارج هنوصل كده وهنبدأ نوصل كابل الباور مع كابل باور زي كده هنوصله اه وهنجي هنا نوصل كونفيرت زي ده كده علشان نغذي ال DVD او CD على حسب رغبة حضرتك عشان نغذي بالباور اهو بسم الله سعر الوصلة دي عندنا في مصر تعمل لها 120 جنيه فقط لغير لا تتعدى 120 جنيه وهنيجي هنا بقى نوصل ده في جهاز الكمبيوتر او في اللابتوب هيرى معايا من الخارج وهنوصل الباور في 220 طيب يلا نجرب بسم الله نوصل باور هنوصل كده على جهاز الكمبيوتر بسم الله ونبدأ نرفع الكاميرا فوق عشان نشوف هايزهر معانا ولا لا زهر معايا هوا زي ما انتم شايفين تمام ده الجهاز اللي موجود اصلا في الكمبيوتر وده الجهاز اللي احنا قدرنا نوصله من الخارج USB لو انا عندي مشكلة في الجهاز الداخلي في DVD او CD اللي موجود على جهاز الكمبيوتر خلاص انا هستغنى عنه هقدر اشتغل من الخارجي اعمل كل اللي انا عايزه حتى لو عايز انزل ويندز هقدر ابوت واختار USB وهقدر احمل الويندز واعيد استخدام اي استونات عندي انا محتفظ بها هقدر اشغل طب نشد بقى كده مع بعض عشان نشوف هيبدأ يختفي اختفى فعلا من عندي فضل عندي بتاع الجهاز الاصلي يارب يقول قدر توصل لك معلومة او تقدر تستفاد من الفكرة انك تقدر توصل اي استونات تحملها عندك على جهاز الكمبيوتر وكذلك الامر على اللاب توب متنساش تعمل لايك تنتظرنا في فيديو جديد معلومة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته